أمور كتيرة بتدل إن الدور السعودي ماشي في اتجاه مميز جدا بص أنا هقول حاجة ونخش على مطش الهلال إحنا مش عايزين نظلم الدور المصري والناس كلها تقارنوا بالدور السعودي أنا متفق ومع إن إحنا معناش الأرقام اللي بتدفع هناك ولكن إحنا عندنا شغل كبير لازم يتعمل وإن شاء الله هيحصل إن إحنا على الأقل نبقى نرجع تاني رقم اتنين عربية ونبقى نمرة واحد أفريقيا فإحنا عندنا شغل لكن حتة المقارنة بالدور السعودي بالأرقام اللي بتدفع وإحنا فيه لعيب فيه نادي في مصر ما النال لأهلي لو جبت خمسة أهلي ممكن أدفع الفلوس اللي دفعتها لنمار مثلا أو لبنزيمة أو رونالدو فالمقارنة ظالمة مش إن إحنا قليلين لكن إحنا عندنا شغل كتير لازم نعمله ونجتهد فيه وإن شاء الله يحصل إن إحنا نرجع تاني نبقى الدولة التانية عربيا لأن السعودية خرجت بالشغل اللي بيحصل ده بره المنطقة العربية عالميا خلاص طبعا فإحنا اللي بنقارن ده لأ حتى ميدو كان فيه تويتا كده يكلم فيه عن الدور السعودي والرقو الكبير المعمول لدور السعودي طبعا إن دلوقتي ده عقل العقل بيقول أنا دلوقتي أخري مع عشرة جنيه وإنت معك مليار جنيه فأنا هنقارن بعض إزاي لكن آه عندنا قصور عندنا قصور عندنا حاجات بندعم فيها وإن شاء الله نتطور فيها ونحسن فيها وكلنا قدينا في إيد بعض اللي هي تتطور آه فإحنا نخرج بره إحنا كلنا سعدة بالدور السعودي لأنه هو فخر لينك عرب وهتبتدي جبت السعودية هتبتدي واحد بيتفرج على لعيب مصري مثلا متقلق أده من مصر من بره فتبتدي تفتح سوق السعودية اللي بيحصل فيها هتشغلنا وإنت ليه ما تتجرأش تروح داخل فيه طبعا محمد راح قدمك سعودي برضو فيه ومحمد شريف ووارد إن أي حاجة تحصل ووارد منه برضو يعني ولو محمد صلاح مش السنة دي هتليه السنة الجاية كارش كده إحنا جبنا ملودة مثلا مش لازم نخش في ليفر رونالدو والحاجات دي كلها ولكن ليه ما نخشش برضو نخش نقرب ونجيب لعيب ليه قيمة ويجي يرفع من مستوى النادي والفكر والمدربين ونبتدي نخطط ونشتغل عندنا شغل كتير جدا فأنا بس منش هنقعد نقارن بالدور السعودي لأنه دخل في مرحلة أنت بتتكلم دلوقتي من أقوى خمس دورات في العالم فالمقارنة ظليمة